بسم الإنسانية أهل البساتين المطلع على نهر السراجي يناشدون محافظة البصرة والجهات ذات العلاقة بأن يلتفتوا لمعاناتهم على المتركزة بالشحة المياه العذبة الصالحة للزراعة والتي لا تصل أراضيهم لعدم كاري نهر السراجي لأكثر من عقدين من الزمن ناشد السيد المحافظ الذي نعتبره بيننا وبن البصرة أن يلتفت لنا حقيقة وينقذ هذا الوضع المأساوي السبب الآخر أنه عندنا نهر بزل وهسه يستخدم كبزل مياه ثقيلة هذا النهر الناشد بأنه يردم ويستوى لحل لأنه قبل كان مردوم مدفون مقطوع تنكر أو الستوتة توقف هنا ويجينا صوندة للتانك يتفرغ لنا ما يحلو وإحنا زراعنا بتعبنا بجهد الخاص أطنان الأدغال والأطيان تحتاج لجهود هندسية وأليات خاصة لإزالتها وإن بقي الوضع على ما هو عليه فسيلحق الأذى بقية أراضي السراجي والتي كانت سابقا ترفض السوق بالمزروح المحلي مشغلة مئات الأيد العاملة صورة أخرى لأحد البساتين وكما يظهر بصورة أفضل من الأخرى كون صاحبه يشتري المياه العذبة على حسابه الشخصي هرب مما توصف بالمؤامرة على الأراضي الزراعية إن لم تكن مؤامرة لتجريفها في المستقبل فعلى الجهات المعنية من حكومة محلية ودوائر خدمية أخرى معالجة هذا الأمر من منطقة أم النعاج في البصر أركان تقي قناة التغيير